عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الترتيبات الأخيرة الخاصة بتنظيم مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبية والمقرر أن تستضيفه مصر بداية من السبت القادم ولمدة يومين وأكد رئيس الوزراء أهمية عقاد هذا المؤتمر في تعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية مشيرا في الوقت نفسه إلى دور المؤتمر في دعم وتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأوروبية وتوسيع أطر التعاون المشترك بين الجانبين فضلا عن جذب المزيد من الاستثمارات لعدد من القطاعات الوعدة هذا واستعرض الاجتماع ملامح الجلسات النقاشية التي سيتم من عقادها خلال فعليات المؤتمر بحضور مسؤولين مصريين وأوروبيين رفيع المستوى تركز على قطعات الصناعة والطاقة والسيارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستثمار المالي وغيرها من القطاعات الأخرى كما تم استعراض موقف عدد من صفقات المشروعات والعقود ومذكرات التفاهم المشتركة المقرر توقيعها على هامش أعمال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي وذلك في عدد من القطاعات